يصوت الكنيسة الإسرائيلي اليوم على تمديد ما يعرف بقانون المواطن الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية وفشلت الحكومة الإسرائيلية في تحويل قانون منع لم الشمل للنقاش في لجنة الخارجية والأمن بالكنيسة مضطرها لإحالته مباشرة للهيئة العامة للكنيسة للتصويت عليه وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبات في تأمين الأصوات المطلوبة لتمديد القانون إثر معارضة حزم ريتس اليساري الذي أعلن أنه سيصوت ضد القانون بصيغته الحالية والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس تنضم إلينا عبر الإنترنت من حيفاء المحامية سوسن زاهر نائب مدير عام مركز عدالة الفلسطيني كما ينضم إلينا أيضا عبر الإنترنت من القدس دكتور سامي أبو شحاتة عضو الكنيسة الإسرائيلي رحب به ومعه أبدأ دكتور سامي ما هي آخر أخبار هذا التصويت على قانون المواطنة؟ دعنا أولا نشرح لمن يشاهد الجزيرة مباشر ما هو هذا القانون هذا قانون عنصري وغير إنساني يمنع لم يشتمل من العائلات الفلسطينية أي يمنع يمنعني أنا الفلسطيني من الزواج مع باقي أبناء شعبي لأن إسرائيل هي دولة عنصرية يحكم سياساتها هاجز ديموغرافي ويحاولون المحافظة على أغلبية يهودية بكل حال هو يمنح إمكانية للزواج وبناء العائلة والأسرة حق إنساني أساسي لكل مواطن يهودي مع من يريد من أي مكان في العالم ويمنعني أنا الفلسطيني أهل البلاد الأصليين من ممارسة هذا الحق الإنساني الأساسي من الزواج مع باقي أبناء شعبي أو بعض الضوال العربية الأخرى هدف القانون كما صرح اليوم وزير الخارجية في دارة الصالية يئير لفيد هو هدف توازن ديموغرافي وأن كل القضايا الأمنية كما يعني اتضح في الأقام التي قلت كل الأسباب الأمنية هي أسباب واهية ما يقف وراء هذا القانون العنصري هو رغبة إسرائيل في الحفاظ على أغلبية يهودية كبيرة في داخل دولة إسرائيل وهذا يؤثر هذا القانون على الفلسطينيين في كل مجالات الحياة لأنه يمنع العائلات من أن تعيش بشكل كأي عائلة في الدنيا ويمنع جزء من هذه العائلة من كل حقوقه الأساسية من الحق في التنقل نعم دكتور نعم أرجو أن تبقى معي دكتور سامي أبو شحات أذهب إلى السيدة السوسنزير المحامية ونائب مدير مركز عدالة سيدة السوسن الحديث عن قانون يسمى قانون المواطناء ويسمى أيضا لكن الإسم الحقيقي قانون منع الزواج منع لم الشمل ما هي أهم نقاط هذا القانون ومراحظاتكم على هذا القانون أسم الرسمي أول شيء لهذا القانون هو قانون الدخول إلى إسرائيل الأمر مؤقت من الألفان وثلاثة طبعا تم المصادقة عليه بالألفان وثلاثة كقانون مؤقت ولكن لحد اليوم بتم تمديده كل سن من جديد هاي المرة 22 عملياً اللي بتم محاولة المصادقة عليه أهم النقاط أول إشي هي كيف ذكر عضو الكنيسة سامي أبو إشحادي عم نحكي على أكتر قوانين عنصرية مش بس بدولة إسرائيل وإنما بالعالم لأنه عملياً بخلق وبطور المفهوم تبع رعاية عدو ضد مجموعة كاملة فقط نتيجة للانتماء الأثني والقومي تبعها بدون ما يكون فيه أي نوع من إمكانية أنه لفحص فردي للأشخاص أو للطلبات واضح أنه كيف ما ذكر قبل وهذا الإشي مش جديد نحكي قبل المصادقة بثلاث قراءات بالبرلمان الإسرائيلي بالألفين وثلاثة وكمان نذكر بالقرارات المحكمة العليا عن طريق قضاة الأقلية أنه بالفعل هذا القانون فيه لغاية سياسية ديموغرافية وبالذات أنه إحنا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بخلال جولتين من المحاكم ضد دستورية هذا القانون بالألفين وثلاثة والتعديل اللي نعمل عليه بالألفين وسبعة اللي شمل كمان وقتها بشكل قاطع غزة إحنا قدرنا أنه نفرج عمليا أنه فيش ولا أي معطيات اللي هي تعمل تنتعمليا قاعدة للإدعاء الأمني والطلبات عدد الطلبات اللي تقدم بآخر عشر سنين من هذا القانون اللي هي كانت تصل تقريبا 195 ألف طلب للم الشمل بالعشر سنين اللي هي كانت قبل المصادقة هذا عمليا أدى لخوف اللي سببه أسباب أو غاية ديموغرافية إحنا هنا موجودين أمام قانون اللي الغاية تاعته هي غاية لا يمكن أن تكون في سجل أي قانون مش بس سجل قوانين دولة إسرائيل أرجو أن تبقي معي سيدة سوسن زاهر أعود لسيد سامي أبو الشحادة عضو الكنيسة الإسرائيل دكتور سامي ما زلنا نسأل متى سيكون التصويت وفي رأيك هل من الممكن أن يمر هذا القانون رغم معارضة ميرتسوى القائمة العربية الموحدة لهذا القانون أولا للأسف في الكنيسة الإسرائيلة هناك أغلبية للعنصرية وهناك أغلبية مع هذا القانون هناك فرصة تاريخية سانحة هذا ليس قانون هذا تعديل على قانون المواطنة هناك فرصة تاريخية سانحة لإلغاء هذا التعديل بسبب الصدفة التاريخية لأن نتنياهو الذي كان يمدد هذا القانون على مدار فترة طويلة جدا لديه مصلحة أن يقوم بضرب الائتلاف الحكومي الذي أسقط حكمه وهو مستعد أن يصوت ضد القانون الذي كان يمدده على مدار 12 عاما فالقضية هي ليست في أيدي حقيقة فقط حزب ميرتس أو مركبات الائتلاف كما هو اليوم وإنما القضية هي بسبب مناكفة سياسية نتنياهو مستعد أن يدفع تمن في إلغاء هذا التعديل من أجل أن يضرب ضربة إلى الائتلاف الحكومي هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك داخل الكنيسة اليوم أغلبية صاحقة مع هذا القانون العنصري للأسف هناك الكثيرين هم ضد القانون أولا المعارضة لأنها تريد أن تضرب ضربة إلى الائتلاف طبعا نحن في القائمة المشتركة كنا ومازلنا وسنبقى ضد هذا القانون العنصري لأن العنصرية تهزم ولا تهدن لا يمكن تقديم تسويات مع العنصرية علينا أن نهزم العنصرية وهناك أيضا جزء صغير من الائتلاف متردد لأن حزب ميرتس كان على مدار فترة طويلة جدا ضد هذا القانون ويصور ضده وحاول أيضا أن يهاجم هذا القانون في محكمة العدل العليا وأيضا القائمة العربية الموحدة هناك تركيبة الآن بسبب المعركة بين الائتلاف والمعارضة لدينا فرصة تاريخية إذا تمسك حزب ميرتس بما كان ينادي به على مدار فترة طويلة جدا نستطيع أن نسقط هذا التعديل ولكن علينا أيضا أن لا نهم الناس إسقاط هذا التعديل لن يحل مشكلة كما كنا نريد مشكلة لم يشمل لأن قانون المواطنة في إسرائيل ببنيته الأساسية هو قانون عنصري وهناك مجال واسع لوزيرة الداخلية الغنصرية أين تشكيد أن تستمر بمنع لم الشمل الفلسطيني ولكن هذا سيكون تقدم لأنه سيسمح ممكن أن نسمع الآن من الأفضل سنظهر لأنه قد يسمح للمحامين أن يقوموا بدور أكبر في مساعدة هؤلاء العائلات دكتور سامي سيكون التصويت في خلال الساعات القادمة بعد منتصف الليل كما يبدو حتى الآن قريب جدا من منتصف الليل أو قليلا بعد منتصف الليل أجل أكثر مرة هل تعتقد أنه من الممكن أن يؤجل ممكن نعم ممكن لأن الائتلاف ليس لديه أغلبية مع هذا القانون ممكن أن يسحب القانون حتى لو أدى هذا الموضوع إلى عدم تمديده طبعا للائتلاف فرص أخرى يعني مستقبلا أن يغير القانون أو يأتي بقانون أكثر عنصرية كما افترح اليوم رئيس المعارضة بين يمين نتنياهو افترح قانون أكثر عنصرية يسميه قانون الهجرة هو قانون أسوأ من الوضع الحالي نعم أرجو أن تبقى معي الدكتور سامي أبو شحادة أدى بله سيدة سوسن زاير سيدة سوسن زاير ماذا يمكن أن يفعل الفلسطينيون الراغبون في لم الشمل إذا مرر هذا القانون يعني طبعا يعني إحنا واضح أنه إحنا بالسنة 18 لهذا القانون اللي فيه للأسف العائلات تضطر أنه كل سنة من أول وجديد تقدم طلبات لتمديد التصريح اللي معها موجودة لأنه هي عمليا موجودة هنا بشكل مؤقت اللي بدي أنوه هنا أنه هذا القانون سن عمليا أو قرر أنه المكانة لكل الزوج أو لكل طلب كيف ما كانت قبل المصادقة على هذا القانون بتم تجميدها هذا يعني أنه إذا فيه شخص كان موجود يعني كان متجوز موجود بداخل إسرائيل مع أولاده ولكن من أسباب معينة بيروقراطية أو غير بيروقراطية ما باشر بعملية لم الشمل وبقي هون عمليا بشكل غير قانوني هذا بيقول أنه بتم تجميد مكانته وهيكي كمان بالنسبة لبقية الطلبات يعني إذا كنت بوضع أنه أنت عندك مكانة مؤقتة بتضلك مكانة مؤقتة اللي هذا بيقول عمليا أنه فيه تهديد يومي على فصلك عن عيلتك وطردك من المنطقة اللي أنت صلك السنين فيها وهذا كمان ساري مفعوله على الأولاد لحد جيل الأربعة عشر يعني بعد جيل الأربعة عشر فيه كم بيصير فيه عندك تفسيخ للعائلات عن أهليها عن أزواجها عن أولادها ولا شك أنه إحنا عم نحكي على قانون اللي هو يعني مزبوط بمس بالفلسطينية بالضفة وبقطع غزة من اللي يفوتوا لكن القانون هذا بخلق إشكاليات دستورية اللي هي بتتعلق بالحق الدستوري بالمسواة والحق بإقامة عيلة للمواطنين الفلسطينيين في داخل خط الأخضر بالذات إذا منقارنها مع حقوق الدستورية لليهود فبالتالي في عنا هنا تفرقة عن سوريا على أساس المواطنة اللي هذا لا شك يشكل جزء من من جهاز الأبرتايد يعني أرجو أن تبقي ما أذب لدكتور سامي أبو الشحادة دكتور سامي يعني السيدة سوسا زاهر تحدثت عن الدستور أو المحكمة الدستورية هل من الممكن الذهاب إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على القانون حال إقراره مثلا بعدم دستورياته بأن هذا القانون ليس فيه عدالة هي المشكلة في دولة يعني واحدة من التحديات الكبرى أمامنا أنه ليس هناك دستورا في دولة إسرائيل إسرائيل تدار من دون دستور هناك أمر يشبه الدستور ولكنه غير متكامل يتم بناءه بالسنوات الأخيرة بشكل أكبر هو قانون أساسية ولكنها لا تشكل دستورا أولا والأمر الأسوأ من ذلك أنه لا يوجد مساواة تامة بين المواطنين بحسب القانون الإسرائيلي هناك أكثر من ستين قانون يميزون ضد الأقلية الفلسطينية نحن اليوم نتحدث عن واحد من أبشع هذه القوانين الذي يمنع لم شم العائلات الفلسطينية أخي تخيل أن أب لا يستطيع أن يحضر عدميلاد بنته لأنه يخاف من أن يسجر أو أن إنسان لديه رخصة سياقة ولكنه لا يستطيع السياقة بسبب هذا القانون العنصري بسبب قضايا بيروقراتية أو لا يستطيع العمل أو لا يستطيع أن يمارس حقه في التعليم أو أن يأخذ حقوقه الصحية يعني هناك معاناة يومية لأكثر من 45 ألف عرب وفلسطيني داخل الخط الأخضر ورقم مشابه أيضا في الضفة الغربية والقدس يعني هناك ما يقارب 100 ألف إنسان لديهم معاناة يومية لأنهم مواطنون داخل دولة لا تعطيهم أوراق ثبوتية أساسية من أجل أن يمارسوا أي حق لهم كسكان موجودين تخيل إسرائيل تريد أن تتدخل لنا نحن الفلسطينيين بمن نحب ومن نتزوج نعم لا يوجد نظام بهذه البشاعة اليوم في أي مكان في الدنيا دولة تريد أن تقرر لنا من نحب لا يوجد مثل هذه الحالات شكرا جزيلا الدكتور سامي أبو شحادة عضو الكنيسة الإسرائيلة على وجودك معنا والشكر موصول للمحامية سوسا زاهر نائم مدير مركز عدالة الفلسطيني شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر